في كنوز بناء العيلة جاي لي سؤال من عائلة متألمة كان عندهم طفل يعني رضيع مات بعد ست ايام فالسؤال اللي ما بعوت لي والعل الوجع ده اشترك فيه يعني بعض البيوت اللي مروا بنفس الازمة دي السؤال هم فين عيالنا دلوقتي اللي ماتوا هم صغيرين وهل بيحسوا بألم أثناء الموت اللي بيتسمى سكرات الموت وهما بيعملوا ايه في المقابر دلوقتي والسؤال ثاني برضه هو ليه ربنا خلاني كست احمل تسع شهور وبعدين ست ايام بنتي ولا ابني في الحضانة وبعدين يموت يعني ليه يعني ما كان من الاول لو مش هيموت مش هيتواجد في الدنيا معايا وكنتش احمل اولا البقاء والدوام لله سبحانه وتعالى ولا شك ان ده شيء مؤلم جدا لان ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه القب كمان بالاخص الام تعلق الشديد بالعيال وموت الطفل بيوجع لانه هو ضعيف وعارف ما عملش حاجة فتحسوا كده ايه مش كان يدوق حلوة الدنيا ولكن خليني الاول ابدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما شاف نعيم القبر وعذاب القبر في رؤية ورؤية الانبياء وحي قال فانطلقنا صلى الله عليه وسلم حديث البخاري انطلق هو وسيدنا جبرير في الحلم حتى اذا اتينا على روضة معتمة روضة يعني جنينا خضرة من كتر الخضار الشجر مقفل كده فالدنيا زي ما يكون عارف شدة الخضار بتحجي بالضوء فساعات تخش جنينا من كتر ما هي زحمة حيث ان الدنيا ايه مغيمة شوية ايه مش مغيمة ده من كتر الخضار اسمها روضة معتمة فرأيت رجلا طويلا لا اكاد ارى رأسه وحوله اطفال كثيرون قلت من هذا يا جبريل قال هذا ابراهيم ابو الانبياء وحوله الاولاد الذين ماتوا على الفطرة يعني ماتوا على التوحيد وملحوش يبلغوا فماتوا على العقيدة الطبيعية خالص عقيدة لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله قالوا اولاد المشركين قالوا اولاد المشركين يعني الطفل اللي تولد لعيلة مش مؤمنة بربنا بس يسا ما بلغش فلا يحاسب ففي كفالة سيدنا ابراهيم عارف يعني ايه طبعا مبدئيا احنا الناس اللي ماتت منين عايشين اه انك ميت وانهم ميتون بينتقلوا من هذه الدار لدار تاني بيكملوا فيها حياة حياة اسمها حياة البرزخ والبرزخ هي كلمة تعبر عن المكان ما بين مكانين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مكان لا يبغيان الميا ما بتخشش على بعض او ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ما بين الدنيا الزمن ده ويوم الايامة في زمن اسمه البرزخ عايش فيه كل الناس اللي ماتت الصالحين عايشين في النعيم والناس التانية عايشين في اشياء اخرى من نجدعوا بها الاطفال لم يحاسبوا لم يبلغوا فهما في الجنة من اول ما ينزلوا القبر ولم يعانوا اي معاناء يعاني ليه اصلا كلمة سكرات الموت السكرة هي الغياب عن واقع الدنيا والدخول في واقع اخر وبعيد عنك اللي بيشرب خمرة بيسكر بيغيب عن الواقع فالميت لو كان صالح بيغيب عن واقع الدنيا والدخول في واقع رؤية ملائكة الرحمة ورؤية مقعده في الجنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده يوم السيدة عايشة قلت له وهي بتسأله كده على حديث يا رسول الله حضرتك قلت من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وكلنا يكره الموت قال لها يا عايشة الامر مش كده ده ان العبد المؤمن اذا جاءه الموت رأى مقعده من الجنة فالانسان وهو بيموت بيشوف مكانه في الجنة ليه عشان ربنا يخليه مش خايف من القبر ومش خايف من الايامة بدري بدري بيطمنه سبحانه وتعالى مش من اسماء الله المؤمن السلام المؤمن المهيمن قال لك يعني ايه ربنا مؤمن قال لك اذا تعاملت معه شعرت بالامان فالرضيع ده وهو بيطرق الدنيا شاف مكانه في الجنة فلا في وجع ولا في سكرات انما السكرة التي مرت عليه انغاب عن الدنيا ودخل في وقع رحمة ربنا سبحانه وتعالى فاطمئني وبعدين هو قاعد النبي قال كده قاعد مع سيدنا ابراهيم ابو الانبياء ومعه اطفال كتير جدا فهو في كمال كمال اللعب والانبساط زي ما سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام وفي يد امينة ايد سيدنا ابراهيم وبعدين في حاجة سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها اللي بيكفن حد يكفنه كويس ليه عنده زيارات تحت عنده حياة تحت فإنهم يتزاورون فيها وسيدنا بلال فاكر قبل ما يموت وامراته بطعيط عليه وهي بطعيط لا ما طعيطيش بكرة هشوف النبي هقابل النبي غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة فابنك مش في حفرة متر في متر الوحد طب ليه بقى يا رب ليه يعني خلتني أحمل فيه وتعب فيه وتعلق به بعدين خدته الله أعلم الله أرحم الله أكرم ممكن أجتهد بعقلي كده اللي على قد كده وافكر مع حضرتك ونتجول مع بعض في القرآن والسنة ونحاول نفهم حكمة ربنا بس في حكم أكبر مننا وأجمل مما نتصوره ولكن أفكرك بحديث النبي اللي أكيد حبيبك فكروك بيه يوم قال ربنا بيكلم الملايك وبيقول لهم لما طفل مات أو ابن مات أيا كان سنه أقبضتم ولد عبدي قالوا نعم أقبضتم ثمرة فؤاده شوف ربنا عليم بحضرتك إزاي أقبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم ماذا قال شوف ربنا بيبين جمال رضاكي عنه قدام الملايك يا رب حمدك واسترجع يعني حضرتك في قدرك حصل حاجة توجعه وكانت بيقيت حضرتك يا رب ومع ذلك راضي عنك خدت منه حاجة غالية علي قوي وما قالش أنا مش هعبد ربنا بعد كده وإزاي ربنا يا ما أعملش كده حمدك الحمد الله وسترجع إنا لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه فيقول رب العالمين ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد دي مملكة في الجنة لها علاقة بحالة قلبك وقلب جوزك الكريم أبو الطفل أو الطفلة اللي ماتت وبسبب الحالة دي أنت هتخشوا الجنة ويبقى ليكم ملك والعلم يقولوا من كان له ملكم في الجنة واجب عليه أن يدخل إليه فلوليكم بيت الحمد إن شاء الله سبقكم وفكر حضرتك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم شاف واحد بيحضر في المجلس بتاعه وابنه قاعد على حجره كده والراجل فرحم بابنه قوي فسيدنا النبي قال له أنت بتحبه قال له أيوة يا سيدنا النبي فيه روايتين رواية الراجل قال للنبي أحبك الله كما أحبه يا رسول الله لو بتسألني أنا أحبه ولا ده أنا يا رب ربنا يحبك زي ما أنا أحب ابني والرواية التانية يا رسول النبي قال له أنت بتحبه قال نعم قال أحبك الله نبي اللي بيتكلم أحبك الله كما تحبه ربنا يحبك زي ما أنت بتحب ابنك شوية وما بقاش يحضر الراجل ده درس النبي فالنبي سأل عليه قال له ابنه مات فرح له قال أما ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا سبقاك له ففتحه لك طب دا مش هيخش الجنة دا هيبقى زي الملايكة اللي بتفتح أبواب الجنة للناس فربنا يصبر حضرتك ويصبر الوالد وتعرفه كويس قوي إن يمكن يكون جزء من ثمن الجنة أيام الصبر دا اللي هتعدي وهتخف إن شاء الله بإذن الله ويعوضكم ربنا سبحانه وتعالى ويرزقكم الأجمل والأحن إن شاء الله والأقرب ليكم والأنجح في الدنيا ببركة رضاكم عن حكمة الله فين ابننا مع سيدنا إبراهيم مبسوط مع أطفال تانية فين في النعيم إن شاء الله وإنتم بعد عمر طويل في سبيل الله تحصلوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر